لا وجود لشيء اسمه سلاح منفلت هذا تعبير يحاول أن يغطي على الوقاعة نحن أمام سلاح رسمي سلاح يحظى بغطاء سياسي سلاح يحظى بغطاء قانوني والأخطر أنه سلاح يحظى بغطاء مجتمعي إلى حد ما ولكنه لا يلتزم غطاء مجتمعي؟ بقرارات الدولة بالتأكيد ماذا تعني؟ يعني بالنهاية نحن نتحدث عن مجموعات هي جزء من الحج الشعبي الذي يحظى بنوع من الدعم المجتمعي لأسباب طائفية بكل تأكيد ولكنه يحظى بدعم مجتمعي لهذا عندما تكون أمام قوة تحظى بكل هذا لا تستطيع أن تسميها بسلاح منفلت مجرد تسميتك لهذا النوع من السلاح بأنه سلاح منفلت هو عجز عن تسمية الأشياء بمسميتها وعجز عن مواجهتها